السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا طلابي وطالباتي الأعزاء بالصف الثاني متوسط أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من مادة الدراسات الاجتماعية طلابي وطالباتي كنا قد تحدثنا في الحصة الماضية عن الدرس الخامس من دروس منهجنا لهذا العام والذي كان يتحدث عن امتداد الدولة العباسية اليوم أيضا نستكمل الحديث عن امتداد هذه الدولة لكن نحدد ذلك بالحديث عن ضعف الدولة العباسية ثم الحملات الصليبية نبدأ سويا حصتنا لهذا اليوم بمراجعة سريعة لدرسنا في الحصة الماضية كما اعتدنا بداية كل حصة يقول السؤال طلابي وطالباتي قام خلفاء الدولة العباسية بعملين مهمين في سبيل نشر الدين الإسلامي فما هما يا ترى؟ حين الحديث عن امتداد الدولة العباسية قلنا أن خلفاء الدولة العباسية قاموا أولا بعملين مهمين في سبيل نشر الدين الإسلامي ما هما هذين العملين يا ترى؟ نفكر قليلا ونسترجع معلوماتنا السابقة أحسنتم إذن العمل الأول الذي قام به العباسيون هو المحافظة على فتوحات المسلمين التي تحققت في عهد الدولة الأموية الدولة السابقة لهم فأول عمل قام به العباسيون أن حافظوا على ممتلكات هذه الدولة التي سقطت ثم قامت على إثرها الدولة العباسية وحافظت على هذا الامتداد العمل الثاني الذي قام به العباسيون طلاب وطالبات في سبيل نشر الدين الإسلامي وخدمة الإسلام هو السعي لنشر الدين الإسلامي في أماكن جديدة غير تلك الأماكن التي وصل إليها الدين الإسلامي في عهد الدولة السابقة الدولة الأموية أيضا نأتي طلابي وطالبات الأعزاء إلى التعليل الثاني أو السؤال الثاني لدينا ضمن المراجعة الخاصة بالدرس السابق يقول السؤال لماذا يا ترى لم تتحمل الدولة العباسية في عصرها الثاني مهمة نشر الدين الإسلامي نحن نعرف أن الدولة العباسية في تاريخها مرت في عصرين رئيسيين العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني وكل عصر منهما كانت لديه سمة بارزة فيها حيث تاريخ الدولة طويل جدا امتد قرابة خمسة قرون فاتصف العصر العباسي الأول بالقوة والازدهار والعصر العباسي الثاني بالضعف والإنسحسار هنا نريد أن نتساءل لماذا الدولة العباسية في عصرها الثاني لم تتحمل مهمة نشر الدين الإسلامي نفكر قليلا ونسترجع معلومات الدرس في الحصة السابقة أحسنتم لأنه في تلك الفترة الذي قام بمهمة نشر الدين الإسلامي في أناطق جديدة وفي بلاد جديدة هي الدولات التي انفصلت عن الخلافة العباسية هي التي قامت بمهمة نشر الدين الإسلامي لماذا؟ لأن الدولة العباسية في العصر الثاني كانت دولة ضعيفة في عصر الضعف والإنحسار نأتي الآن طلابي وطالباتي إلى أهداف درسنا لهذا اليوم في حصتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى ماذا أتوقع منكم أعزائي الطلاب والطالبات في هذه الحصة بمشيئة الله تعالى؟ أولا نريد أن نوضح نتائج ضعف الدولة العباسية ما هي النتائج التي ترتبت على ضعف هذه الدولة التي استمرت خمسة قرون بعد ذلك نريد أن نعين على الخارطة أبرز أعداء الدولة الإسلامية في تلك الفترة والدولة العباسية بعد ذلك طلابي وطالباتي نريد أن نعدد بعض الدولات التي انفصلت عن الدولة العباسية بعد ذلك أيضا طلابي وطالباتي الرائعين نريد أن نفسر ما المقصود بالحملات الصليبية وأخيرا نريد أن نعلل لماذا تم تسميتها بالصليبية يا ترى نبدأ مستعينين بالله درسنا لهذا اليوم سوف نتحدث في الجزئية الأولى من حصتنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي عن ضعف الدولة العباسية حل الضعف طلابي وطالباتي في الدولة العباسية بدءا من العصر الثاني لهذه الدولة وهذا الضعف أثار طمع أعداء المسلمين فيهم سواء من الداخل أو من الخارج فطمع أعداء الدولة العباسية في تلك الفترة في ممتلكات هذه الدولة داخليا وخارجيا هنا أمامنا خارطة طلابي وطالباتي إلى امتداد الدولة العباسية باللون الأخضر كما يظهر أمامكم على الشاشة نريد أن نحدد على هذه الخارطة أبرز الأعداء الذين كانوا يتربصون لضعف الدولة العباسية والاستلاء على هذه الدولة العباسية في البداية العدو الأول متى ظهر؟ ظهر في القرن الخامس للهجري وهم الصليبيون الذين ظهروا أين؟ من الجهات الغربية من العالم الإسلامي تحديدا في الامبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى ومتى ظهر هؤلاء الصليبيون طلابي وطالباتي في القرن الخامس للهجرة العدو الثاني للدولة العباسية ظهر في القرن السابع للهجرة وهم المغول وظهروا أين؟ في أي الأجزاء؟ ظهروا في الأجزاء الشرقية من العالم الإسلامي فبالتالي أصبح للدولة العباسية في تلك الفترة عدوين رئيسيين في القرن الخامس في الجهات الغربية ظهر الصليبيون وفي القرن السابع للهجرة ظهر المغول في الأجزاء الشرقية من بلاد المسلمين ثم اجتاحوا العالم الإسلامي بعد ذلك هنا طلابي وطالباتي نريد أن نتساءل يا ترى ما هو موقف المسلمين من هذه الاعتداءات؟ أثناء ضعف الدولة العباسية ظهرت الاعتداءات من أعداء هذه الدولة سواء كانوا الصليبيين أو المغول ما هو موقف المسلمين في تلك الفترة من هذه الاعتداءات؟ أولاً واجههم المسلمين لوقف العدوان فكانت المواجهة هي الموقف الأول الذي قام به المسلمين إزاء هذه الاعتداءات بعد ذلك قام المسلمين بتأمين حرية نشر الدين الإسلامي فكان لديهم هدف وهو نشر الدين الإسلامي حرصوا على تأمين حرية نشر هذا الدين الإسلامي أيضاً بعد هذه الفترة وحالة الضعف السائدة في الخلافة العباسية في تلك الفترة وظهور الأعداء سواء كانوا الصليبيين في الجهات الغربية أو كانوا المغول في الجهات الشرقية كانت الدولة العباسية تمر بالعديد من المشكلات ومنها ظهور الإنقسامات داخل الدولة العباسية الخلافات المذهبية التي ظهرت أيضاً حلت القيادات الضعيفة فأصبح في الدولة بعض القيادات الضعيفة سواء على مستوى الخلفاء أو مستوى ولاة الأقاليم أو قادة الجيوش الإسلامية في تلك الفترة ثم النتيجة النهائية لكل هذه الأحداث طلابي وطالباتي هو ضعف الدولة العباسية النتيجة التي ترتبت على هذه الأحداث المتتالية في العصر العباسي الثاني طلابي وطالباتي كانت أنه خرجت عن طاعة الدولة العباسية معظم الأقاليم الإسلامية التي كانت سابقاً تحت سيطرة العباسيين فخرجت جميع أو أغلب الأقاليم عن سيطرة العباسيين في تلك الفترة نتيجة لضعف الدولة العباسية أيضاً بدأت تتقلص وتقل سلطة الدولة العباسية حتى انحصرت في آخر عهدها في العراق تقريباً فكان العباسيين في أواخر عهدهم لا يسيطرون إلا على العراق وأقليم العراق في تلك الفترة حيث توجد عاصمتهم بغداد عاصمة الدولة العباسية أمامنا الآن طلابي وطالباتي أوضاع العالم الإسلامي قبل الحملات الصليبية فنريد أن نعرف كيف كانت أوضاع المسلمين قبل أن يبدأ الصليبيين بحملاتهم العسكرية تجاه العالم الإسلامي لدينا هنا الخارطة للبلاد الإسلامية في تلك الفترة التاريخية نبدأ الحديث عن أول الأقاليم الإسلامية في تلك الفترة وهو إقليم مصر وبلاد الشام ونبدأ بتعيينهم على الخريطة طبعاً في إقليم مصر كانت ظهرت لدينا إحدى الدول التي انفصلت عن الخلافة العباسية وهي الدولة العبيدية التي انفصلت عن أقاليم الدولة الإسلامية وأصبحت دولة مستقلة كيف كان أوضاع المسلمين في هذين الإقليمين في مصر وبلاد الشام طلابي وطالباتي أولاً حل الضعف بالدولة العبيدية في مصر في تلك الفترة أيضاً في الأندلس ونحن تحدثنا سابقاً أن العباسيين سيطروا على جميع ممتلكات الدولة الأموية ما عدا إقليم الأندلس لكن بعد ذلك تمكنوا من السيطرة على الأندلس في الأندلس ما الذي حدث طلابي وطالباتي كيف كانت الأوضاع سقطت الدولة الأموية في تلك الفترة تحديداً في إقليم الأندلس فكانت هناك دولة أموية بعد سقوط الدولة الأموية الأساسية ظهرت إحدى الدولات الأموية في إقليم الأندلس في تلك الفترة وفي حالة الضعف السائدة لدى خلفاء الدولة العباسية سقطت الدولة الأموية في الأندلس قامت في الأندلس دولات ملوك الطوائف الضعيفة والمتنازعة فأصبح لدينا إحدى أيضاً الدولات التي انفصلت عن الدولة العباسية هي دولات ملوك الطوائف وكانت هذه الدولات أيضاً متنازعة فيما بينها وضعيفة أيضاً ضمن الدولات التي انفصلت عن التاريخ الإسلامي ظهر العديد من الدولات في جهات مختلفة من العالم الإسلامي مثل الدولة الغزنوية في الأجزاء الشرقية مثل دولة السلاجقة أيضاً فظهرت العديد من الدولات التي انفصلت عن الخلافة العباسية في تلك الفترة نتيجة لضعف الدولة العباسية في أواخر عهدها هذه الدولات الكثيرة طلابي وطالباتي والتي انفصلت عن الخلافة العباسية كانت لديهم سما سائدة وهي أنها كانت منغمسة في حروب داخلية بينها وبين بعضها البعض فكانت كل الدولات المسلمة التي انفصلت عن الدولة العباسية هي دولات متناحرة ومتنازعة فيما بينها حروب داخلية نأتي الآن طلابي وطالباتي إلى الجزئية الأخرى من درسنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى والتي تتحدث عن الحملات الصليبية في البداية نريد أن نفسر طلابي وطالباتي ما المقصود بالحملات الصليبية؟ نحن أخذنا سابقا حملات الصوائف والشواتي وعرفنا أنها حملات عسكرية فهل الحملات الصليبية هي أيضا حملات عسكرية؟ نعم صحيح إذن هي حملات عسكرية شنها من؟ الصليبيون على البلاد الإسلامية في أوقات متتابعة أي في فترات متتابعة أثناء التاريخ الإسلامي فهي حملات عسكرية الهدف منها السيطرة على البلاد الإسلامية في تلك الفترة واستغلال حالة الضعف السائدة لدى الدولة العباسية نريد أن نعين الآن طلابي وطالباتي من أين بدأت الحملات الصليبية على البلاد الإسلامية؟ من أين ظهرت تحديدا سويا على الخارطة؟ لدينا بغداد عاصمة الدولة العباسية في تلك الفترة في إقليم العراق وهنا لدينا الإمبراطورية البيزنطية حيث كانت هي البداية التي انطلقت منها الحملات الصليبية باتجاه العالم الإسلامي من الجهات الغربية لدينا هنا طلابي وطالباتي الرائعين هذا التعليل والذي يقول علل أو عللي عزيزة الطالبة تسمية الحملات الصليبية بهذا الإسم لماذا تم تسميتها بالصليبية تحديدا؟ نبحث في الكتاب ونستخدم مهارة البحث لديكم طلابي وطالباتي حتى نجد الإجابة الصحيحة من خلال درسنا لهذا اليوم أحسنتم؟ إذن سميت الحملات الصليبية بهذا الإسم لأن الذين اشتركوا فيها تابعون للكنيسة الكاثولوكية في غرب أوروبا فكان غالبية الجيوش أو الجنود الذين اشتركوا في هذه الحملات ضد العالم الإسلامي كلهم تابعون للكنيسة الكاثولوكية في غرب قارة أوروبا في تلك الفترة التاريخية ناتي الآن طلابي وطالباتي نريد أن نعرف سويا يا ترى ما هي أسباب هذه الحملات الصليبية للعالم الإسلامي؟ لماذا قام الصليبين بتوجيه حملاتهم للعالم الإسلامي في تلك الفترة التاريخية؟ لدينا العديد من الأسباب لهذه الحملات الصليبية نتعرف عليها طلابي وطالباتي الأعزاء سويا أول سبب وكما نعرف هو ضعف الدولة العباسية في تلك الفترة وتفكك وحدة المسلمين خصوصا في بلاد الشام فكان هذا هو السبب الأول للحملات الصليبية على العالم الإسلامي فهو ضعف الدولة العباسية تفكك المسلمين بالإضافة إلى تفرقهم وتفككهم خصوصا في إقليم بلاد الشام في ذلك الوقت السبب الثاني للحملات الصليبية طلابي وطالباتي هو رغبة الصليبيون وملوك أوروبا في الاستيلاء على خيرات بلاد المسلمين ونحن نعرف أن بلاد المسلمين كانت مليئة بالخيرات في تلك الفترة فكان لدى الصليبيين هدف هو الاستيلاء على هذه الخيرات الموجودة في أراضي المسلمين أما السبب الثالث طلابي وطالباتي للحملات الصليبية التي اجتاحت العالم الإسلامي من الجهات الغربية هو رغبة الملوك والأمراء الأوروبيين في تكوين إمارات لهم في الشرق الإسلامي فكان لدى ملوك أوروبا في تلك الفترة هدف وحلم أن يكون لديهم إمارات ومناطق في العالم الإسلامي وفي الشرق الإسلامي ونحن تحدثنا أن الدولة العباسية في عصرها الأول كانت في أوج قوتها وازدهارها من الناحية الحضارية والعمرانية والعلمية لذلك كانت مطمع لكل الدول التي تحيط بها فكان لدى ملوك أوروبا وأمرائها رغبة بأن تكون لديهم إمارات داخل البلاد الإسلامية في تلك الفترة السبب الرابع والأخير طلابي وطالباتي من أسباب الحملات الصليبية التي اجتاحت العالم الإسلامي هو هزيمة البيزنطيين في معركة ملاذ كرد على أيدي من؟ على أيدي السلاجقة وهي إحدى الدول التي انفصلت عن الدولة العباسية في تلك الفترة حيث قام السلاجقة المسلمين بهزيمة البيزنطيين في معركة شهيرة تسمى بمعركة ملاذ كرد أيضا من الأسباب للحملات الصليبية طلابي وطالباتي هو خوف الأوروبيين من أن يمتد الدين الإسلامي والنفوذ الإسلامي إلى قارة أوروبا في تلك الفترة وتنتشر الديانة الإسلامية في أوروبا لذلك حرصوا على تجهيز حملات صليبية متتابعة لوقف امتداد الدولة الإسلامية في ذلك الوقت إلى هنا طلابي وطالباتي الرائعين نكون قد أنهينا الحديث عن المرحلة التي ضعفت فيها الدولة الإسلامية العباسية في تلك الفترة ثم تحدثنا عن الحملات الصليبية نبدأ باسترجاع المعلومات الرئيسية لدرسنا لهذا اليوم من خلال تقويم الدرس أمامنا هذا السؤال طلابي وطالباتي والذي يقول ما هي نتائج ضعف الدولة العباسية؟ نفكر سويا كانت هناك العديد من النتائج التي ترتبت على ضعف الدولة العباسية نسترجع معلومات درسنا لهذا اليوم سويا أحسنتم أثار ذلك طمع أعداء المسلمين فيهم سواء من الداخل أم من الخارج ولعلنا تحدثنا عن أبرز أعداء المسلمين هم الذين تحدثنا عنهم في حصتنا لهذا اليوم الصليبيين الذين ظهروا من الجهات الغربية للعالم الإسلامي لدينا الآن السؤال الثاني طلابي وطالباتي والذي يقول ما هي أسباب الحملات الصليبية يا ترى؟ أول سبب كما استرجعناه في درسنا لهذا اليوم هو ضعف الدولة العباسية وتفكك وحدة المسلمين خصوصا في أي الأقاليم في إقليم بلاد الشام في تلك الفترة السبب الثاني للحملات الصليبية طلابي وطالباتي هو الاستيلاء على خيرات بلاد المسلمين حيث كانت بلاد المسلمين في تلك الفترة عامرة بالخيرات الموجودة على أراضيها أما السبب الثالث للحملات الصليبية هو رغبة ملوك وأمراء أوروبا في تكوين إمارات لهم في الشرق الإسلامي خصوصا في تلك الفترة التي كانت تزدهر فيها الدولة الإسلامية العباسية في ذلك الوقت أما السبب الرابع والأخير من أسباب الحملات الصليبية طلابي وطالباتي هو هزيمة البيزنطيين في معركة ملاذ كرد على أيدي من يترى على أيدي السلاجق المسلمين في ذلك الوقت أيضا من أسباب الحملات الصليبية طلابي وطالباتي هو خوف الأوروبيين من أن يمتد نفوذ المسلمين إلى أوروبا وينتشر الدين الإسلامي في تلك القارة في ذلك الوقت إذن لدينا الآن أربعة أسباب رئيسية للحملات الصليبية على العالم الإسلامي وبذلك نكون أنهينا طلابي وطالباتي حصتنا لهذا اليوم ألتقيكم بمشيئة الله تعالى في الحصة المقبلة حتى نتحدث عن أهم الحملات الصليبية التي اجتاحت العالم الإسلامي ألتقيكم في الحصة المقبلة دمتم بوت